ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سعداء بهذا اللقاء المتجدد الذي سوف نخصصه اليوم للحديث عن واقع التعليم ببلادنا والامال المنشودة لاعادة بناء المدرسة المواطنة لا شك انه مع الدخول المدرسي الجديد نلاحظ بان الاسر المغربية لا هم لها ولا شغل لها الا الحديث عن المدرسة وعن الكتب وعن المقررات وعن مستقبل ابنائنا وفلدات اكبدنا لماذا؟ لان المسألة للتعليم والتعلم هي من الاهمية بمكان الجميع يعلم بان رقي المجتمعات والشعوب يقاس بمدى نجاح تعليمها اي مجتمع واي شعب بغي ننقيس رقيه وتقدمه وتطوره ننظر الى مدى نجاح مستوى تعليمه وكان هناك التعليم الهادف الذي يعمل على التربية على القيم الانساني النبيلة ويربي النشأ على الوطنية على القيم المواطنة ويوتق العملية للفهم الحقوق والواجبات باش كل واحد يعرف ما له وما عليه ثم التعليم الهادف يخلي الانسان انه يتعرف على تاريخه ويعتز بوطنيته وبقيم مجتمعه بهذه المنظومة يمكن ان ننتج مواطنين صالحين لكي تبع القضايا للتعليم عبر التاريخ غد يلقى بان حتى الاديان السماوية جميعها حتت على العلم وعلى التعلم وكيبقى دائما الدين الاسلامي الرائد في هذه الدعوات فربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يقول وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما ما اجمل وما اروع هذه الاية الكريمة لم يقل زدني مالا وميراثا ولا جاها ولا غير ذلك من امور الدنيا بل قال زدني علما حتى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم كان يقول انما بعثه معلما وكان يقول طلب العلم فريض على كل مسلم ومسلمة بل الذي يطلب العلم ويسلك طريقا له ربنا عز وجل يساهل له طريق الى الجنة كما قال خير المرسلين صلى الله عليه وسلم احنا في مغربنا الحبيب لا شك ان الجميع يتابع وضعية التعليم وضعية التعليم ببلادنا معروف انها كتواجه بعض تحديات وبعض الاكرهات لكتخلي بعض الناس كيشعروا بالقلق ولكن بالمقابل هناك جهود كبيرة وحثيثة وصادقة من طرف عدة جهات لاصلاح قطاع التعليم جهود كبيرة للنهوض باوضاع المدرسة وباوضاع الجامعة هذا كله يبعث روح التفاؤل في قلوبنا جميعا هنا نلاحظ بان في كل دخول مدرسي هناك تحركات كثيرة يقوم بها المسؤولون وفي مقدمتهم امير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه يقوم بافتتاح الموسم الدراسي بحفل يجمع فيه اطر التعليم ويجمع فيه الاطر التربوية ويجمع فيه التلاميذ وطلبت الجامعات من اجل تكريمهم ومن اجل اعطاء صورة مشرقة على سنة نتمنى ان تكون رائدة بالامس تتبعنا جميعا عبر وسائل الاعلام الحفل الذي احتضنه القصر الملكي لأن القصر الملكي يعني البيت البيت ديال جلالة الملك وكي يجمع فيه عدد كبير من المدعوين خصوصا من اسرة التربية والتعليم لكي يحتفى بهم الاحتفاء باسرة التربية والتعليم وتكريمها كالهدف ايضا هو تقديم الحصيلة ديال البرنامج التنفيذي لدعم التمدرس وايضا البرنامج لتنزيل اصلاح التربية والتكوين وايضا الهاجس لعند الطلب الجامعيين هو ملاءمة مجال التربية والتعليم مع متطلبات سوق الشغل وايضا احداث مراكز جدير التكوين المهني لتأهيل الشباب كل هذا تحديات كبيرة في قطاع التعليم لكي تبع هذا المشهد اكيد انه خرج بعدة انطباعات انطباعات ايجابية هذا الحفل الذي ترأسه صاحب الجلالة بالامس كان يحمل عدة رسائل واضحة ومعبرة وجدير بنا ان نستحضرها في هذا المقام اول رسالة واضحة ومعبرة اراد صاحب الجلالة حفظه الله ان يبعت بها الى شعبه المغربي الوفيد وهي ان التعليم قضية التزام يجب ان يشترك فيها الجميع هذه اول قضية هذه التزام الكل ينبغي ان يشترك فيه لماذا هذا الكلام؟ لاننا كثيرا ما نسمع جدالات وسجالات بين بعض المهتمين حول من يتحمل مسؤولية الوضع التعليمي ببلادنا شكون هو المسؤول عن هذا الوضع اللي هو مقلق كالقول بعض يرمي باللوم والعتاب على التدبير الحكومي والبعض الاخر يلقيه على الوزارة الوصية واخرون يوجهون الاصابع الى لوبيات تشجع القطع الخاص والبعض الاخر يرمي بالكرة في سلة اساس التعليم العمومي واخرون يحملون المسؤولية للأسر واولياء الامور الى غير ذلك فالحفل الذي اقيم بالامس وترأسه صاحب الجلالة اراد ان يوجه هذه الرسالة الواضحة وهي ان التعليم قضية التزام يجب ان يشترك فيها الجميع كل من موقعه كل مننا عليه ان يشتهد للارتقاء بنظام التعليم ببلادنا هذه الرسالة الاولى الواضحة الرسالة الثانية انه بظهور جلالة الملك محفوفا بولي عهده وخصوصا بالامير للا خديجة اول مرة هذا خروج رسمي لها هذا اراد من خلاله جلالة الملك ان يعطي واحد الرسالة اخرى ان قضية التعليم ببلادنا ليست مسألة فرضية بل هي التزام من المؤسسة الملكية ذاتها للعناية بالمجال التعليمي فهذه الرسالة مفادها ان كل التلاميذ والطلبة وابناء الوطن هم ابناء جلالة الملك فهو رمز للأبوة يعني ولد الشعب هم اولاده من لي صاحب الجلالة يجيب ولي عهده مولاي الحسن والاميرة للا خديجة رأك يرسل واحد رسالة بان كيف هو كيبغي لولاده النجاح وكيبغي لهم العناية والرعاية رأك كل الاولاد للشعب هم ولاده خصوصا اذا لحتوا في الصور ارجعوا الصور غيبا لكم صاحب الجلالة يظهر بصفة الاب الرحيم الحنون المبتسم الذي يغضف العطف على الجميع يعانق ويلامس ويبتسم للجميع هذه فيها واحد رسالة بان التعليم ببلادنا كيكتسي سبغة السيرورة المستمرة مشي واحد مرحلة مؤقتة وتزول بل هي السيرورة مستمرة لفائدة المدرسة والاجيال القادمة لان في المدرسة كيتشكل مستقبل البلاد ولعل البعض قد يقلق ان الوضع التعليمي ببلادنا كيش هدى واحد مجموعة هذه الامور اللي حقيقة تحز في نفوسنا وكلنا بغنا نتعاون باش نجاوزها منها مثلا ارتفاع معدلات الهضر المدرسي خصوصا في الوسط القاروي لان هناك الفقرة هنا غد يلقوا بان صاحب الجلالة في هذا الاحتفال غد يعطي الواحد المجموعة ديال التوصيات باش الحكومة ديالنا تقوم بالتزامات متعددة وتقوم بالتنفيذ ديالها على وجه السرعة خصوصا البعد الاجتماعي فسمعنا عن برنامج تيسير وسمعنا عن اقامة الداخليات وسمعنا عن توسيع شبكة النقل المدرسي وسمعنا كذلك الاستفادة الواسعة من المطاعم يعني هذا يبشر بالخير الملف الاجتماعي والبعد الاجتماعي في التعليم ضروري ومؤكد لان الوليدات في الاوسط الفقيرة محتاجين للدعم الاجتماعي وهناك القوة بأن عناية خاصة يوليها جلالة الملك لإصلاح هذا القطاع من أجل مواجهة معقدة مدرس وأيضا تخفيف من التكاليف التي تتحملها الأسر الفقيرة والمعوزة عدنا رسالة أخرى ثالثة مهمة وهي كما قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يشكر الله من لم يشكر الناس هناك القوة صاحب الجلالة غدقون بتكريم مجموعة من الأطر التعليمية وذلك عرفانا لهم بالجميل تكريم هذه المجموعة ولو أنها محدودة على رؤوس الأصابع ولكنه تكريم رمزي لكل أسر التعليم لكل رجالته ونسائه وأطره التربوية والإدارية والتقنية وهناك القوة تم التركيز على نموذجين واضحين وحد الأستاذ المتميز الأستاذ هو الشام بالفقيه الذي أعطى وحد نموذج شاب في وضعية صعبة تعين في القرية في البادية في الريف حيث الفقر والمسالك الوعرة ولكنه مع ذلك استطاع أن يخلق وحد الفضاء ناجح جدا من قسمه اللي هو في إحدى الدواوير بالريف استطاع أنه يعلم الأبناء روح المواطنة ويعلمهم الاعتماد على النفس يعلمهم قيم التضامن يعني لم يقل أنني أنا الآن ما عندي ظهر لحوني في البوادي وملقيت الميزانية لم يشتكي لم يدرف دموعا وإنما نموذج حقيقة ينبغي أن يحتدى إنسان ما كيقولش نصف الكأس نقصة وما ما كيقول نفس نصف الكأس عامرة فاستطاع أنه بالإرادة والعزيمة أنه يخلق وحد الجو جميل واللي كي تبع في الأنترنت غني بلها هذا النموذج الإيجابي واستحق فعلا أنه يأخذ ويساما ملكيا ليس تكريما له فقط وإنما تكريما لكل من يسير على شاكلته لأنه كي ذكرنا بالأساسي دا اللي كانوا أيام زمان في فترة الاستقلال فترة الاستقلال معروف أنه كان هناك أساسي دا من طين رائعة ربما النسل اللي هم يزادوا في 60 أو 70 كيعرفوا هالوضع الجميل اللي كانت كانوا أساسي دا كيتميزوا بكفاءة عالية وبروخ وطنية تسكن أعماقهم داك الزمن الجميل داك الزمن الدهبي كالأستاد كيعتبر نفسه معلم ومربي وأبا رحيما كانت تلاميذ سبحان الله العظيم لا راجعنا قد يلقوا أيام زمان تلاميذ لم يكن يحتاجون إلا إلى بضع وسائل كانت هناك فقط وحد دفتر من فئة خمسين مرقة وطلاوة إقرأ وريشة ومنشفة هاتش لكي يحتاج للتلميذ وكانت بارك الله يقرأ واحد قراءة جيدة المعلم أيام زمان حتى هو كانت عند وسائل بسيطة صبورة وطبشورة وكان يستعين بوسيلة إضاح اسمها مسعودة شنية الوسيلة هي العصة كان يضعها المعلم فوق مكتبه ويلوح بها مبتسما ويقول العصى لمن عصى رغم أن البعض قد ينتقد هذا المنهج التربوي ولكنه أعطى المفعول ديالو وكان هناك رجال صنع رجال أكفاء عندهم الإحساس بالمسؤولية يا سلامة ذلك الزمن الجميل الذي كنا نستيقض فيه في الصباح الباكر مع الغبشية كان فيقو في الصباح الباكر وأول ما نسمع صوت المديع بعد الفجر كانت هناك في الإداعة المغربية في الراديو كان نسمع تلاوات قرآنية بأصوات شجية الشيخ عبد الرحمن بن موسى والشيخ طيب كحالعيون وكتلوها تفاسير واضحة مبسطة للشيخ المكي الناصري هذا أول ما نسمعه في الصباح الباكر وبعدها كتلق الإداعة أعدى بالألحان الصباحية وكانت سمعه بعدها مقطع من خطب جلالة الملكة حافظه الله تعالى المغفر للحسن الثاني كانت كل صباح الإداعة المغربية كتجيب واحد المقطع كتذكرنا بكلام صاحب الجلالة كيذكرنا بالمواطناء كيذكرنا بالجدي والعمل وكانت كله كيعتبر بأن الملك البلاد هو الأب الروحي وهو الأب الثاني بعد كل أب حقيقي يحمي ويوجه أبناء الوطن وكنا كانت شربوا فنجان قهوة صباح معطر بأشهر العطور الأمهات الحادقات كيذكروا لديهم وحد الفنجان دي القهوة في العطور بشي فيق العقل ديالو وينود يخدم وكتلقى لك تلاميذ صغار بحل يتقاطرون في الأزقة والشوارع أسرابا وأسراب منتظمين مثل الجيش دي الساعة ما كان هناك تجنيد إجباري كان تجنيد تطوعي بحل الجيش كان ذكروا حنا الصغار مع السبعة الصباح راكل شي خارج غدير المدرسة من اللي كان نصل لك المدرسة المواطنة اللي احنا بغنا نرجع لها أول مكان بدو نردد النشيد الوطني أمام الراية في الساحة قبل أن ندخل إلى أقسامنا الباردة برد القارس كي يوقفوا التلاميذ متنى متنى صفوفا ويرددون النشيد الوطني أمام الراية منبت الأحرار كي يردوه بحماس ثم الناس كيدخلوا الأقسام الوليدات وكي يبدو الشروع في الدراسة والتحصيل كتبقى واحد ثلاث ساعات يدقوا الجرس فين كان مشيو كمشو المطعم المدرسة اللا كونتين وهناك يدقوا الطعام الشهي والاستقبال الحسن ومن اللي نشبع البطن دينا نخرج للساحة نلعب ونلهو ونركض وقد نتركل قليلا وهكذا كان يدقوا في المدرسة حتى الفترة المسائية نغادر مدرستنا ونحن نغني مدرستي الحلوة مدرستي الحلوة مدرستي جنة فيها تربينا قولوا معنا يلي تحبونا تحية مدرستي أمي الحنونة هذا من انطباعات الزمن الجميل ولكن شكولي فيكم ما كيتفكرش اليوم الأجمل في الشهر اللي هو اللي كيتم تخصيص فيه واحد الصبحية لتنظيف الأقسام والساحة كنا نلعب ونلهو وننظف الساحة كان كل واحد منا يطلب منه أنه يأتي بشوية ديالجفال وشوية ديالصابون وكيجي مع خرقاء وكل واحد فينك يقوم بالعملية تنظيف الأقسام وتنظيف الساحة وتهديب النباتات هذا درس عظيم نفتخر به إلى اليوم كالغاية اللي كانوا المربين والأساتداء هو يركز فينا الداخل الشعور بالانتماء للمؤسسة هذه المدرسة رهديالك ملكي فأنا كنعيش فيها كننظفها وكنشعر بأنها لنا وإلينا لأننا نحرص على جمالها ورونقها وبهجتها فالرسالة التي من خلالها صاحب الجلالة كرم مجموعة من الأطور التربوية خصوصا نموذج للبعض الأساسية اللي فيهم التضامن راب غير الجعناء ذاك الأيام زمان ذاك النموذج الناجح دي الأستاذ والأستاذاء اللي فيه الاحترام والتقدير وكلقوا كذلك التكريم اللي قام بي صاحب الجلالة نموذج آخر مشرف مثال للشجعة هذه البنية للا زغور هي تولدت بدون يدين وبقامة قصيرة تمثل الأشخاص ذو الاحتياجات الخاصة هذه البنية للا زغور لم تبكي على قدرها ولم تندب حظها الأليم وإنما صبرت واشتهدت وتابرت حتى حققت نجاحة متوالية واستطعت أنها تحوز على الباكالوريا رغم أنها ترشحت مع الأحرار هذا فيه رسالة كبيرة هذه قصة إنسانية رائعة الفضل بعد الله تعالى يرجع إلى الأسرة والوالدة ديالها بمعنى أن الوالدين والأسرة إلى قدم الدعم للتلميذ والتلميذات وكل عائلة إذا وضعت تيقتها في المدرسة أكيد أنها ستحقق نجاحات باهرة رسائل كثيرة قدمها الحفل الذي أقيم بالأمس بالرباط والذي ترأسه صاحب الجلل نذكر من بين هذه الرسائل الأخيرة وليست الآخرة وهو أن إعادة بناء المدرسة هي قضيتنا جميعا فبدون مدرسة مدرسة مواطنة عند جودة عالية رأمرنا ما نصل إلى التنمية المنشودة لا بد أننا نحرص على التعليم الذي هو فيه قيم مشتركة أنه يكون رابط شامل هذا التعليم الذي تكون فيه القيم ديال المساواة والقيم ديال التضامن ويكون فيه الارتقاء الاجتماعي ويكون نقل المعرفة ويكون فيه القيم الإنسانية ويكون فيه القيم المواطنة وهكذا غير نحصل بإذن الله تعالى على المدرسة مواطنة والأمال منشودة إن شاء الله نحن الذي يوجهناه وقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما يقول تفائل بالخير تجده نحن عدنا تفائل كبير بأن الحمد لله المدرسة المغربية غيرتعرف في الشهور المقبلة وحتى حس تدريجي وما هي إلا بضع سنوات حتى يكون التعليم ببلاد المغرب سيكون في الصفوف الأمامية وسوف ننافس أكبر وأرقى الدول المعروفة بالتقدم والرقي هذا كله سنغنج الدنيا وندروا اليد في اليد ونطلبوا الله تعالى يعاوننا وإن شاء الله لن يبخل علينا أسأل الله تعالى أن يبارك هذا المصار الناجح وأسأل الله تعالى أن يبارك في كل جهود العاملين وأسأل الله تعالى أن يحفظ هذا البلد الأمين بلدة طيبة ورب غفور ووطن كله أمجاد وكله مفاخر وكله نجحت بإذن الله تعالى عيشي عيشي يا بلدي عيشي يا بلدي عيشي يا بلدي عيشي عيشي يا بلدي تضلي يا حبي الكبير عيشي عيشي يا بلدي عيشي يا بلادي عيشي يا أم كرينا طيبة بالجوء والخير عيشي عيشي يا بلادي عيشي عيشي يا بلادي الغالية يا حبي الكبير عيشي عيشي يا بلادي عيشي يا أم كرينا طيبة بالجوء والخير عيشي يا بلادي عيشي عيشي يا بلادي عيشي موسيقى 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 اشتركوا في القناة